إذن تحذير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل المعصية ثم لا يكتفي بعملها حتى يضيف إليها ربما ما يكون أسوأ وهو المجاهرة بها أمام الناس هذا استخفاف بحق الله وجرأة على دين الله واستخفاف بصالحي المؤمنين وتهويل المعصية في نفوس الناس الناس إذا رأوا من يعمل المعصية ربما قلده بعضهم اجترأ من لم يكن يجترئ تشجع من لم يكن متشجعا وبذلك يصبح هذا المجاهر من أئمة النار كما قال تعالى عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فمن عمل ذنبا في السر وتاب منه يتوب الله عليه أما المجاهر بالذنب فلا يعافى بل يؤاخذ بذنبه المجاهر بالمعصية سبب لكثرة الخبث وهلاك الناس إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا ظهرت لم تغير ضرت العامة كما قال بلال بن سعد ويقول عمر عبد العزيز رحمه الله كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم حتى الذي لم يعمل مدام رأى وسكت ولذلك المنكر العلني لابدا يكون لنا منه موقف قوي جدا المنكر العلني والمجاهر بالمعصية قسمان أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها فيعملها أمام الناس وهم ينظرون إليه وهذا يجر على نفسه الويل والثبور كما يجر على غيره وهذا نوع من المجاهرة خطير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نوعا آخر أن يعمل الإنسان المعصية بالليل فيستره الله ولا يطلع عليه أحد ولو تاب فيما بينه وبينه ربه لكان خيرا له لكن في الصباح ما اكتفى بما عمل في الليل حتى أعلم وقال للناس عملت البارحة كذا وكذا فأين العافية من هذا الإنسان وأين هذا الإنسان من العافية ستره الله ثم يصبح يفضح نفسه ويشجع الآخرين بكل تبجح واستهانه ولا يقدر ستر الله عليه ولا يرعى حقوق الله ولا حرمات الله ولا حدود الله فينتهك ذلك كله وإذا كان الذنب يتعلق بحق الله فالتوبة تكون بين العبد وبين ربه لا يحدث به الناس أما إذا كان الذنب في حد كالزنا والسرقة فإن الإنسان يشرع له أن يستتر حتى في هذه الحالة فإذا وصل الحد إلى الإمام أو القاضي وجب أن يقيمه عليه وإذا تاب الإنسان توبة نصوحا فالأفضل أن لا يخبر عن نفسه ولا يرفع الأمر إلى القاضي وقال بعض العلماء إذا كان سيستسيغ الأمر ويستسهل ويواصل الذنب فليرفع أمره إلى من يؤدبه نحن في أيام فاضلة وحاجتنا إلى التوبة ضرورة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى ولنقلع عن الذنوب ونندم على ما فات ونزداد من الخيرات لأن الحسنات يذبن السيئات التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة سبب لدخول الجنة والنجاة من النار سبب لفتح أبواب الرزق سبب لنزول البركات من السماء الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده يفتح باب التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل رواه مسلم إذن يا إخواني الحذر الحذر من إعلان المعاصي الحذر الحذر من إعلان المنكرات الحذر الحذر من أن تفشوا فينا في الأماكن العامة لا بد أن يكون لنا مواقف ونكير شديد ويجتمع المسلمون على منع هذا الإعلان المعصية العلنية لأنها مصيبة في المجتمع وكارثة عليه وسبب من أسباب الهلاك والله سبحانه وتعالى يعافي إلا المجاهرين ليسوا في عافية نسأل الله أن يعيذنا من العصيان والمجاهرة به إنه تواب رحيم